التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامج قمة تجمع بريكسر وخلال اللقاء اتفق الرئيسان على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق تطوير العلاقات الثنائية كما تبادل وجهات النظر حول تطورات في المنطقة حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي تصعيد غير المحسوب الذي قد يدفع المنطقة برمتها إلى مواجهة خطيرة ذات تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي وفي السياق ذاته استعرض الرئيس السيسي الجهود والاتصالات المصرية المكثفة لمحاولة دفع مسار التهديئة والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان مؤكدا ضرورة حجز الجهود الدولية لحث جميع الأطراف على التعامل بإيجابية مع المساعر الرامية لاستعادة التهديئة بالمنطقة ما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في فلسطين ولبنان شكرا